الموضوع التنقل في الماء الهدف تعرف أنماط التنقل عند الحيوان والأعضاء المكيفة لذلك أبحث ألاحظ لباس الغواص وأقوم بوصفه يتمثل لباس الغواص في كسوة وقناع تنفس يحميه من تسلل المياه ويسهل عليه عملية التنفس بالإضافة إلى قفاز يحميه من أذى النبتات البحرية كالمحار الإشكالية ما هي أنماط التنقل في الماء؟ ما هو سبب الاختلاف بين أساليب التنقل في الماء؟ أعلم التماسيح تتنقل على الأرض مشياً بأطرافها وتموجات ذيلها وعندما تدخل الماء تسبح بأطرافها التي تعمل كمجاذيف تدفع بها الماء إلى الوراء لارتباط أصابعها بغشاء طائر البطريق يملك جناحين قويين لكنهما قصيرتين يستعملهما كمجذفين يمكن أن يقوم بـ 120 ضربة في الدقيقة أثناء تنقله في الماء أطبق أقارن بين سباحة الضفدعة وسباحة السمكة بتعمير الجدول التالي أرسموا قدم ضفدعة بماذا أشبه؟ تشبه أطراف الضفدعة أطراف الإنسان أقيم مكتسباتي تتنقل كل من السمكة والبطة في الماء لكنهما تختلفان في نمط التنقل أفسر ذلك تسبح السمكة في الماء بواسطة ذيلها بحيث تؤمن لها زعانفها التوازن وتغيير الاتجاه في الماء بينما تعتمد البطة في تنقلها في الماء على غشاء جلدي يوجد بين أصابيعها أنشطة توسع وامتداد يسبح التن بسرعة ثمانين كيلومتر في الساعة أما الدولفن فيسبح بسرعة خمسين كيلومتر في الساعة أبحث عن معدل سرعة حيوانات بحرية أخرى أعرفها تقدر السرعة القصوى للقرش الأزرق بتسعة وستين كيلومتر في الساعة في البحر حيوانات لا تتنقل أسميها أو أرسمها من بين الحيوانات التي لا تتنقل حيوان المرجان